الخلاصة يا حضرات علاء عبدالفتاح وعشرات عشرات من المسجونين بس علاء والسيسي هي لقطة close up لقطة مقربة جدا على المشهد البائس في مصر اللي البعض بيحاول يرجع له الأمل زي دول رغم الخوف والباش وأهم حاجة في المشهد ده كله هو أنت أنت لازم تؤمن بنفسك ولازم تؤمن أنه في أي دولة في أي عصر في أي مرحلة المعيار الحقيقي أنك عايش في دولة ولا ألا هي احترام حريتك احترام كرمتك الإنسانية أي حاجة تانية مش مهم أي حق تاني ليك هو ده المهم وإلا لو ده ما حصلش تبقى كل الحلقات والمقالات والتضحيات دي بلا معنى أو على رأي الشاعر محمود درويش لما كتب وقال قصائدنا بلا لون ولا طعم ولا صوت إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت وإن لم يفهم البسطاء معانيها فأولى أن نذريها ونخلد نحن إلى الصمت